السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يعطيكم العافي طلاب 11% إن شاء الله نكمل حل تدريبات متنوعة وتمارين ومسائل الدرس الثالث من الوحدة السادسة بعنوان القطع الزائد وصلنا عند التدريب رقم 4 بحكي لك قطع مخروطي مركزه نقطة الأصل واختلافه المركزي معطيك كياس 6 على 5 ويقطع منحناه محور الصادع في النقطتين سفر موجب أو ناقص 10 جد معادلة القطع والبعد بين بؤرتين تمام؟ أول إشه هو معطيك يقطع منحناه قطع مخروطي تمام؟ مركزه نقطة الأصل واختلافه المركزي ممكن طالب يحكيلي من الاختلاف المركزي لأنه 6 على 5 أكبر من 1 إذن هو قطع زائد تمام؟ هاي أول ملاحظة مهمة جدا ويقطع منحناه ويقطع منحناه محور الصادع في النقطتين سفر موجب أو ناقص 10 تمام؟ جد معادلة هذا القطع ويش معطيك إش اسمه والبعد بين بؤرتين هلا بما أنه معطيناها تساوي 6 على 5 يعني أكبر من 1 إذن هي قطع زائد تمام؟ هلا إش معادلته؟ ويقطع منحناه محور الصادع في النقطتين سفر موجب أو ناقص 10 تمام؟ تمام؟ فهو معطيك بما أنه يقطع منحناه محور الصادع في النقطتين سفر وموجب أو ناقص 10 فهو معطيك ألف اللي هي عشرة تمام؟ هو قطع زائد ماله صادي بدو يكون بهاي الصورة يقطع منحناه محور الصادع في النقطتين عندك اللي هي سفر وعشرة والسفر والسالب عشرة تمام؟ يلا نعوض بدها تكون عندك ها تساوي جيم على ألف ها هي عبارة عن 6 على 5 رح تساوي عندك جيم على عشرة منها 60 رح تساوي 5 جيم على 5 على 5 منها جيم تساوي 12 إذن إحداثيات البؤرة رح تكون معك واضح من الرسمة اللي هي السفر وعال 12 وهنا اللي هي السفر والسالب 12 تمام؟ طيب هلا منقدر نجيب عشان نوجد معادلة القطع اللي هي با شو العلاقة بين ألف وبا وجيم في القطع الزائد جيم تربية تساوي ألف تربية زائد با تربية 12 تربية 144 رح تساوي ألف تربية عشرة تربية لي 100 زائد با تربية ناقص 100 ناقص 100 إذن با تربية با تساوي 44 إذن معادلة القطع صاد تربية على ألف تربية اللي هي 100 ناقص 20 تربية على با تربية اللي هي 44 تساوي 1 تمام؟ يلا نشوف سؤال رقم 5 جيد معادلة القطع الزائد لمركزه 00 ويمر بالنقطة واو اللي إحداثياتها 2 و3 وإحدى بقرتين نطقي إحداثيات البقرة اللي هي 2 و0 هلا أول إشيه البقرة وين تقع محور السينات إذن هو قطع زائد سيني تمام؟ هلا إيش معادلته بشكل عام؟ اللي هي سين تربية على ألف تربية ناقص 100 تربية على با تربية بدا تساوي واحد تمام؟ معطيك إحداثيات البقرة يعني جيم معطيك إيها هثمين تمام هلا إحنا بنعرف من تعريف القطع الزائد هو المحل الهندسي نقطنون إحداثياتها سين وصاد بحيث أنه الفرق المطلق تمام؟ كمان مرة نرجع لتعريف القطع الزائد المحل الهندسي نقطنون إحداثياتها سين وصاد اللي بتتحرك في المستوى بحيث يكون الفرق المطلق بين بعضيها نقطتين ثابتتين يساوي مقدارا ثابتا أصغر من البعد بينهما تمام؟ طيب الفرق المطلق نون با واحد ناقص نون با ثنين بدها تساوي معك اثنين ألف تمام؟ طيب هلا اللي هي النقطة نون أو النقطة اللي معطيك إيها في السؤال ويمر بالنقطة واو معطيك إيها ثنين وثلاث وإحدى بؤرتين اللي هي با معطيك إيها ثنين وثلاث هلا معطيك البؤرة الأولى اللي هي سماها با واحد اللي هي ثنين وثلاث إذن با ثنين مباشرة بدها تكون سالب ثنين وثلاث فإحنا من تعريف القطع يعني هذا حلو هذا السؤال الحلو بطريقة ثاني إنه من تعريف القطع الزائد كنا الفرق المطلق نون با واحد ناقص نون با ثنين بجيساوي مقدارا ثابتاً اللي هو ثنين ألف هلا بقدر أجيب اللي هي النقطة عندك اللي هي سماها واو يعني بدل نون سميها واو تمام خلينا نجيب واو با واحد واو با واحد بمثل البعد يعني الجذر طبعاً كانها مسافة بين نقطتين النقطة واو اللي عندك اثنين وثلاث والنقطة با واحد اللي هي اثنين وصفر تمام يلا المسافة منعرف قانونها أو البعد الجذر التربيعي اللي هي سين اثنين ناقص سين واحد لكل تربيع زائل صاد اثنين ناقص صاد واحد لكل تربيع فاثنين ناقص اثنين لكل تربيع زائل ثلاث ناقص صفر لكل تربيع ويساوي الجذر التربيعي لا سفر التربيع زائل ثلاث تربيع اللي هي التسعة فالبعد اللي بد يكون معاك اللي هو ثلاث طب نوجد واو با ثنين يساوي الجذر التربيعي لا ايا ثنين ناقص ناقص اثنين لكل تربيع زائل ثلاث ناقص صفر لكل تربيع وتساوي الجذر التربيعي اثنين زائل اثنين اثنين اربعة تربية ستة زائد تسعة تساوي جذر الخمسة وعشرين وتساوي خمسة طيب إذا شو بده يصير معك القيمة المطلقة تمام لا واوبا واحد ناقص واوبا ثنين بده يساوي ثنين ألف إذا ثنين ألف رح تساوي معك اللي هي كم طلعت معك ثلاثة ناقص خمسة القيمة المطلقة لا ثلاثة ناقص خمسة البعد بده يساوي معك ثنين ألف رح تساوي القيمة المطلقة لسالي بثنين منها ثنين ألف رح تساوي معك ثنين على ثنين على ثنين إذا ألف تطلع تساوي واحد إذا هين طلعنا ألف اللي هي قيمتها واحد هلا العلاقة بين ألف وباء وجيم في القطع الزائد نكمل حل السؤال شو العلاقة بين ألف وباء وجيم اللي هي جيم تربية بده تساوي ألف تربية زائد بها تربية جي من الإحداثيات البقرة معطيك هذين اللي هي تصير أربعة تساوي ألف تربية طلعتها واحد ساعد بها تربية ناقص واحد ناقص واحد إذن بها تربية بها تساوي ثلاث جاهزة إذن شهي المعادلة رح تساوي سين تربية على بما أنها قطع زائد سيني على ألف تربية اللي عندك واحد ناقص صد تربية على بها تربية كده طلعناها بها تربية اللي هي ثلاث تساوي واحد هاي معادلة هذا القطع الزائد تمام ننتقل على سؤال رقم ستة تتحرك النقطة واو الإحداثيات هسين وصاد على منحنة بحيث هسين تساوي قطع النون وصاد معطيك هذة النون جد معادلة المنحنة وبين نوعه تمام الحل لو رحت جبت ربعت سين تربية رح تساوي قطع تربية النون ربعت أنصات سالتตربيع أتساوي سات تربية النون لدينا متطابقة للحفاث له 1 زائد سات تربية سين تربية سان تربية برغة نقص سات تربية تمام الإشارة لها ناقص إذن هي عبارة عن قطع زائد ومعامل سين تلبيع هو الموجب إذن قطع زائد سيني إذن هيك عملت معادلته وحددتناه نشوف السؤال السابع قطع مخروط معادلته سين زائد 2 صاد فيه سين ناقص 2 صاد تساوي 4 جد الاختلاف المركزي وإحداثيات بؤرتين تمام هذا القطع المخروطي بنظبط معادلته عشان نشوف شبيه بالمعادلات اللي احنا بنعرفين تمام طيب لو وزعت الحل اللي هي سين زائد 2 صاد في سين ناقص 2 صاد تساوي 4 بدأ فيك أنا بنوزع لستخدم التوزيع سين في سين سين تربيع ناقص 2 صاد زائد 2 صاد وزعت ناقص 4 صاد تربية جد تساوي 4 الآن محنا بتشتب سين تربيع ناقص 4 صاد تربية تساوي 4 قسم كل المعادلة على 4 وسل معك سين تربيع على 4 ناقص 4 صاد تربية على 4 بدأ تساوي 1 سين تربية على 4 ناقص صاد تربية بدأ تساوي 1 لشارع اللي في النص ناقص اذا هي قطع زائد معامل سين تربيع موجب وقطع زائد سين تمام جد بده الاختلاف المركزي وإحداثيات البؤرتين تمام هلأ أول إشي ألف تربيع اللي هي أربعة منها ألف تساوي واحد با تربيع اللي هي واحد منها با تساوي واحد إذن طلعنا ألف وطلعنا با خلينا نجيب جيم جيم تربيع بدا تساوي ألف تربيع زائد با تربيع في القطع الزائد إذن جيم تربيع رح تساوي أربعة زائد اللي هي واحد وتساوي خمسة إذن جيم تساوي جذر الخمسة إحداثيات البؤرتين البؤرتين بما أنه قطع زائد سيني رح يكون موجب وناقص جذر الخمسة فاصل السفر تمام طيب شو هي الاختلاف المركزي هلأ ساوي جيم على ألف يعني جذر الخمسة على ألف طلعت معك اللي هي ألف تساوي اثنين تمام اللي هي جذر الأربعة منها ألف تساوي اثنين إذن جذر الخمسة على اثنين تمام يعني لأنها ألف تربيع أربعة منها ألف تساوي اثنين جذر الأربعة اللي هي اثنين نشوف السؤال اللي بعده جد معادلة القطع الزائد الذي طول محوره المرافق يساوي 7 سنطر وينطبق هذا المحور على محور الصادات علما بأن منحلاه يمر بالنقطة 3 سالة ب2 تمام هلأ أول إشاء الحل معطيك طول المحور المرافق وإذا رجعنا للفيديو الشرح رمزه 2 باع في القطع الزائد تمام منها 2 باع تساوي 7 على 2 على 2 باع تساوي 7 على 2 تمام وينطبق هذا المحور على محور الصادات وينطبق هذا المحور على محور الصادات أنه اللي بنطبق هذا المحور اللي هو المحور المرافق ينطبق على الصادات والتالي باستندج إذن هو قطع زائد سيني ليه القطع الزائد السيني تعال نرسمه هاي المحور المرافق هاي طبعا القاطع هي القاطع. المرافق موجود على محور الصادات. اذا هو قطع زائد السيني. وارجوع المواضح هي احداش العلمي. تمام. ايش معادلته? سين تربية على اهل التربية. ناقص التربية على با تربية. اذا تساوي واحد. تمام? طيب. هلأ يمر بالنقطة ثلاثة وسالب اثنين. اذا بتحقق معادلته. هيا عندك هيسين هيصاد. ثلاثة تربية تسعة على الف تربيع ناقص. سالب اثنين تربيع اربعة على با تربيع. بدها تساوي واحد. تمام? يلا ايش بدها تصير معنا? خلينا نوحد المقامات. وبصير معك درب با تربيع. درب با تربيع. درب الف تربيع. درب الف تربيع. عود قيمة بع. هذا يرجع لك وتوجد قيمة الف. بدها تصير معك. تسعة با تربيع ناقص اربعة الف تربيع. على با تربيع في الف تربيع. بدا تساوي واحد. اضرب دار تبادلي. تسعة فاتربيع ناقص اربعة. الف تربيع. بدت تساوي با تربيع في الف تربيع. بامكان اك من الاول يا احداش العلم تعود مكان باقي متها. اللي هي سبعة على اثنين لكل تربيع وتوجد الف. س ninفس الحل. تمام? خلينا نعوض مكان با اللي هي 7 على 2 إذن 9 في با اللي هي 7 على 2 لكل تربيع ناقص 4 ألف تربيع عندك مجهولة با 7 على 2 لكل تربيع في ألف تربيع تمام؟ يلا شو تتصفي معك؟ 9 درب 7 تربيع اللي هي 49 على 4 تنساش تربع البصف والمقام ناقص 4 ألف تربيع بدها تساوي 49 على 4 في ألف تربيع هلا أضرب كل المعادلة في أربعة عشان نتخلص من الكسر اللي عندك بالضرب في أربعة يلا شو بيصير معك؟ أضرب في أربعة أربعة مع أربعة بتروح بذل 9 في 49 تمام؟ هلا تصير معك 441 ناقص 4 درب أربعة اللي هي 16 ألف تربيع تساوي اللي هي 4 في أربعة بتروح 49 ألف تربيع تمام؟ يلا خلينا نزبطها آآ زائد 16 ألف تربيع زائد 16 ألف تربيع هاي ما حاي بتروح 441 راح تساوي 65 ألف تربيع على 65 على 65 منها طبعا هاي ما حاي بتروح ألف تربيع بتقسمها بتطلع 441 على 65 إذن جاهزة ألف تربيع وهو طالب منك إيش؟ معادلة طالب منك معادلة هذا القطع الزائد خلينا نكملها على ورقة خارجية فبتصير معاك معادلة القطع هي سين تربيع نعوض سين تربيع على ألف تربيع انت طلعتها كم؟ 441 على 65 ناقص صاد تربيع على با تربيع اللي هي 7 على 2 لكل تربيع يعني 49 على أربعة بدها تساوي واحد اقلب عندك المقام يعني تصير سين تربيع بدل ما هي قسمه تصير ضربه وبقلب الكسر الثاني فبتصير 65 على 441 تمام؟ ناقص أربعة صاد تربيع على 49 بدها تساوي معاك هاي معادلة القطع الزائد السيني تمام؟ نشوف سؤال رقم 9 سؤال رقم 9 بحكي لك جد الاختلاف المركزي واحداثيات الرأسين والبؤرتين وطول كل من المحورين للقطع المخروطي معتك يا نص سين ناقص صاد في نص سين زائل صاد وساوي ساوي ساوي بواحد في البداية منا نزبط المعادلة اللي معطيك يا القطع المخروطي اللي معطيك يا نص سين ناقص صاد في نص سين زائل صاد بدها تساوي ساوي بواحد طبعا منا نوزع طبعا هاتفرق من المربعين يعني بدها تكون نص سين في نص سين زائد نصف سين في صاد ناقص نصف سين في صاد ناقص صاد في صاد اللي هي صاد تربيع ده تساوي سالب 1 هاي ما حايبي تروح فوقضها معك ربع سين تربيع ناقص صاد تربيع ده تساوي سالب 1 قسم كل المعادلة على سالب 1 ده تصير اللي هي صاد طبعا ما هي سالب تقسيم سال ده تصير موجب صاد تربيع ناقص سين تربيع على 4 بده تساوي 1 إذن هو قطع زائد صادي لأنه معامل صاد تربيه هو الموجب فاللي بحدد أنه قطع زائد اللي هو الإشارة اللي عندك هنا ناقص وكمان معامل ليه صادي معامل صاد تربيه هو الموجب تمام منها طبعا أنت بتعرف معادلة تب شكل عام صاد تربيه على ألف تربيه ناقص سين تربيه على با تربيه تساوي أحد ألف تربيه تساوي أحد منها ألف تساوي أحد فإحداثيات الرأسان بده يكون معك سفر وموجب وناقص واحد لأنه صادي الرأسان بكون واقعاً على محور الصادات. تمام. بها تربيع بدأ تساوي معك اللي هي اربعة. منها بها رح تساوي معك اثنين. تمام? طيب. اذا هيك جاهز. هلأ بننطول طول كل من المحور. ننطول طول المحور. القاطع ويساوي اثنين الف. فاثنين درب الف. عندك الف اللي هي واحد. اثنين درب واحد وتساوي اثنين. طول المحور المرافق بتساوي اثنين با. تساوي اثنين درب اثنين وتساوي اربعة. خلينا نجيب البؤرتين من العلاقة جيم تربية تساوي الف تربية زائد با تربية. هلأ عندك جيم تربية رح تساوي الف تربية واحد زائد اربعة وتساوي خمسة. منها جيم تساوي جذر الخمسة. اذا البؤرتان بمعنى قطع زائد صادر رح كون عمحور الصادات. اذا سفر وموجة بناقض الجذر الخمسة. تمام? نشوف سؤال رقم عشرة. جد معادلة القطع الزائد الذي رأساه موجة بناقض ثلاثة سفر ويمر بالنقطة خمسة واثنين ثم جد بؤرتين. تمام? طيب. اول ما اعطيك نوع قطع زائد. هلأ الرأسين وان يقعنا على محور السينات. اذا انقطع زائد سينة. بده تكون اللي هي الف تساوي ثلاثة. يعني معطيك احداثيات الرأس موجة بناقض ثلاثة سفر. فبتكون معادلته السين تربية على الف تربية. ناقص تربية على فات تربية. بده تساوي واحد. هلأ يمر بالنقطة. بالنقطة خمسة واثنين يعني بتحقق معادلته. تعا نعوض هيسين هيصاد. خمسة تربية خمسة وعشرين على الف تربية ناقص صات تربية على اربعة بده تساوي واحد. تمام? هلأ قيمة الف كده عندك ثلاث عوض. تصير خمسة وعشرين على ثلاث تربية تسعة ناقص صات تربية على اربعة بده تساوي واحد. ناقص خمسة وعشرين على تسعة ناقص خمسة وعشرين على تسعة هاي ما حاي بتروح. سالب صات تربية على اربعة بده تساوي واحد المقامات در تسعة در تسعة اللي هي بتطلع معك سالب ستاشعة تسعة طبعا سالب مع سالب بصير معك موجب يعني صاد تربيع على اربعة بتها تساوي معك طبعا احنا هنا عوضنا غلط تمام لحنا لازم نعوض مكان صاد فاحنا بدل ما هي هنا انت تكون يعني بات تربية بتنزل زي ما هي وصاد تربيع اله اتنين تربيع اللي هي اربعة تمام هتصير خمسة عشرين على تسعة هانا بنها تصير اللي هي اربعة انتبه انا وين عوضت بالتالي بكون هادا الحل غلط خلينا انكمله عوركة خارجية يلا ايش بدها تصير معك نكمله عوركة خارجية يا احداش العلمي ان انركز ان عوضت مكان صاد ومكان سين دهتصير سين تربيع على الف تربيع ناقص صاد تربيع على با تربيع بتها تساوي واحد بالتالي دهتصير معك خمسة تربيع خمسة عشرين على الف تربيع ناقص اربعة على با تربيع بتها تساوي واحد عوض مكان الف اللي هي ثلاث تربية تسعة خمسة عشرين على تسعة ناقص اربعة على با تربيع بتها تساوي واحد ناقص 25 على 9 ناقص 25 على 9 تتصفي معك ناقص 4 على 5 تربيع بتتساوي 1 المقامات درب 9 درب 9 تمام فتصير معك سالب 16 على 9 طيب اضرب درب تبادلي سالب طب معها سالب بتصير موجب يعني تمام بتصير 4 على 5 تربيع بتتساوي 16 على 9 هلا اضرب درب تبادلي بتتصير معك 4 درب 9 بتتساوي 16 درب بات تربيع على 16 على 16 تمام منها بات تربيع بحي تساوي بقدر اختصر على 4 1 على 4 4 فبتطلع بات تربيع اللي هي 9 على 4 فالمعادلة صارت عندك جاهزة المعادلة اللي هي سين تربيع على 3 تربيع 9 ناقص صاد تربيع على بات تربيع اللي هي 9 على 4 بتتساوي 1 نزبطها تصير معادلة سين تربيع على 9 ناقص صاد تربيع من حول القسم اللي ضربوا بقلب الكسر التاني فتصير 4 على 9 صاد تربيع بتتساوي 1 تمام هاي عنا معادلة القطع الزائد السيني نشوف اخر التدريبات متنوعة عنا سؤال رقم 11 جد الاختلاف المركزي لقطع زائد تمام طول المحور القاطع للقطع الزائد يساوي ثلاث امثال طول محوره المرافق هذا المطلوب منك توجد الاختلاف المركزي وهذا من التدريبات المميزة جدا من جدا كلهم احتمال يعني يا ليجي سؤال حل او سؤال ضع دائر اول اشي معطيك انه طول المحور المعطيات اش معطيك في السؤال طول المحور القاطع يساوي ثلاث امثال يعني ثلاث در طول المحور المرافق تمام طول المحور القاطع اللي هو 2 الف رح يساوي ثلاث فيه طول المحور المرافق اللي هو 2 با اذا طول المحور القاطع 2 الف رح يساوي ثلاث امثال طول المحور المرافق اللي هي 2 با تمام يلا عثنين عثنين هاي ما حيبتش طب فبتصفي الف تساوي ثلاث با منها با لو بده اطلع با با هي عبارة عن الف على ثلاث على ثلاث با تساوي الف على ثلاث تمام طبعا هيني جيبت الف هلا فيه شيء طيب طالب منك هو الاختلاف المركزي نجيبها اللي عبارة عن جيم على الف بده اجيب اللي هي جيم و الف ولكن احنا منعرف في القطع الزائد فيه ان العلاقة بين الف وبا و جيم هي جيم تربية تساوي الف تربية زائد با تربية تمام اذا جيم تربية رح تساوي الف تربية زائد با تربية هايها با بارة عن الف على ثلاث لكل تربية منها جيم تربية رح تساوي الف تربية زائد الف تربية على تسعة تمام يلا واحد المقامات درب تسعة درب تسعة اذا جيم تربيه لها تساوي عشرة الف تربيه على تسعة. تمام? تمام. اضرب درب تبادلي. فبدا تصير تسعة درب جيم تربيه لها تساوي عشرة درب الف تربيه. انتبه ليش اخرت هاي العلاقة? لانه المطلوب منك المطلوب ايجادها الاختلاف المركزي هي جيم على الف. علاقة بين جيم والف. ارجو انو واضح يا احداش العلم اشي عملت? فروحت جبت العلاقة بين الف وباء و جيم. وعوضت مكان اللي هي باء. بدلالة اللي الف على ثلاث صارت وكل تربيه فصارت عندي علاقة بين جيم والف. تمام? هلأ بدي احاول اخلي جيم على الف. عشان اتوصل الانهاية نفسها ها. ارجو انو واضح. فبدا تصير انا بدي جيم على الف. اذا على الف تربيه على الف تربيه. وهنا على تسعة على تسعة. ده تصير جيم تربيه على الف تربيه. هتساوي عشرة على تسعة. تمام? هنا بدي اخذ الجذر للطرفين. عشان انا بدي جيم على الف. راح تساوي جذر العشرة على جذر التسعة اللي هي ثلاثة. ارجو انو واضح. مين هادا هو عبارة جيم على الف. مين هادا هو الاختلاف المركزي نفسها. اذا ها جاهز هو عبارة عن جذر العشرة على ثلاثة. طبعا هيك ممكن خلصنا التدريبات نتنوعها راح ننتقل لنحل تدريبات ومساة او تمارين ومسائل اه الدرس الثالث من الوحدة السادسة اللي هو صفحة ثمانية وسبعين. هيا عنا تمارين ومسائل الدرس الثالث تمارين. له الوحدة السادسة الدرس الثالث صفحة ثمانية وسبعين. تمام السؤال رقم واحد. جد احداثيات البؤرتين والرأسين وطول المحورين والاختلاف المركزي لكل من القطوع المخروطية الاتية ارسم رسم تقريبي في كل حالة. تمام نيجي لفرع الف معطيك تسعة سين تربية ناقصات تربية تساوي ستة ثلاثين. خلينا نقسم كل المعادلة ستة ثلاثين. صفي معك تسعة سين تربية على ستة ثلاثين ناقصات تربية على ستة ثلاثين بدها تساوي واحد. اختصر. على تسعة واحد على تسعة اربعة فبتصر معك سين تربية على اربعة ناقصات تربية على ستة ثلاثين تساوي 1. إشارة في النص نعقص إذن هي قطع زائد. هلأ معامل سين تربيع هو الموجب. إذن قطع زائد سيني. تمام. إذن طلد إنه قطع زائد سيني. خلينا نعمل معادلة بشكل عام. سين تربيع على ألف تربيع نقص سات تربيع على با تربيع. بتتساوي 1. إذن سين تربيع معطيك إياها عفواً ألف تربيع معطيك إياها 1 من أربعة منها ألف تساوي 2. وبا تربيع معطيكها ست وثلاثين منها با تساوي ستة. جاهز. هلأ من أن طول طول المحورين طول المحور القاطع اللي هي يساوي 2 ألف ويساوي 2 في 2 يعني أربعة. طول المحور المرافق إيش بدي أساوي معك توجيه إحداش العلمي اللي هي 2 با وتساوي 2 طلب 6 وتساوي 12. هلأ طالب منك كمان إحداثي الرأسين الرأسان إحداثيهم بما أنه قطع زائد سيني يعني موجة بناقص ألف وصفر موجة بناقص ألف طلعت معك 2 جاهزة. هلأ إيش منا نجيب اللي هي البؤرة إحداثي البؤرتين يعني العلاقة بين ألف و با و جيم في القطع الزائد جيم تربيع بدا تساوي ألف تربيع زائد با تربيع ألف تربيع أربعة زائد با تربيع ست و ثلاثين فبتصير أربعين جيم راح تساوي جذر الأربعين إذن البؤرتان إيش بدها تكون عندك ما أنه قطع زائد سيني موجة بناقص جذر الأربعين فاصل السفر طبعا بده رسمة تقريبية لهذا القطع المخروطي طبعا نقطع زائد سيني تكونوا بهذا الشكل القطع الزائد السيني تمام تصير معك هنا عندنا الرأسين ليه اثنين و سفر وسالب اثنين و سفر عندك المركز هان سفر و سفر داثيات البؤرة جذر الأربعين و سفر وسالب جذر الأربعين و سفر تمام طبعا عندك هنا باع طلعت معك كم باع ليه ستة إذن هنا سفر و ستة و سفر وسالب ستة إذن هيك بكون جاهز فرع ألف ونشوف فرع باع فرع باع بده منك ستة صات تربيع ناقص اثنين سين تربيع تساوي ثلاث بالمثال رح نقسم كل المعادلة على ثلاث فبتصير معك ستة على ثلاث صات تربيع ناقص اثنين على ثلاث سين تربيع رح تساوي واحد فبتصير معك اثنين صات تربيع ناقص اثنين على ثلاث سين تربيع تساوي واحد الإشارة في النقص ناقص إذن هو قطع زائد معاملة اللي هو صد تربيه هو الموجة بيتنقطع زائد صدا دس說د تربيه على الف تربيه ابدا تساوي واحد طب دعنا نظبتها المعادلة نفسها صد تربيه على نص س evitar س تربيه على ثلاثة على اثنين ابدا تساوي واحد هل هاي المعادلة نفسها هي المعادلة نعم Index 00001 بيتربيه نحويل القسم الى ضربه بقليه بالكسر بنفس الاثنين حى صادت روية ناقص ثلاثه على حين نستيربه يمكنك ان نفز اله خ Cas prze نحويلنا انها وقتر سمك في طويب الرائرة هذا teman 1ISH1 مالذي نصف منها تساوي جذر الواحد على التنين وتساوي واحد على جذر الثنين. اللي هي ألف بعد تربية بدأت تساوي ثلاثة على اثنين منها بها ستساوي جذر الثلاثة على اثنين تمام إذن إحداثيات الرأسان رح يكون بما أنه صادي السفر وموجة بناقص واحد على جذر الثنين تمام يلا طول المحور طول المحور القاطع بدأت تساوي اثنين درب ألف اثنين درب واحد على جذر الثنين وتساوي اثنين على جذر الثنين ممكن أن أضبطها بضروف في جذر الثنين على جذر الثنين تصير اثنين جذر الثنين على جذر الثنين في جذر الثنين اثنين يعني أنا فقط زبطها يمكنك أنك تحطها اثنين على جذر الثنين بس لو فيش فيضع دائرة ممكن أضروف في جذر الثنين على جذر الثنين فبتصير معك نفسها جذر الثنين تمام طيب طول المحور المرافق بدي يساوي اثنين باع يساوي اثنين دربة لجذر الثلاث على جذر الثلاث تمام اتصير معك تساوي ممكن اضرب انا في جذر الثلاث على جذر الثلاث بصير يعني اذا ملكيت شاي في ضع دائرة بدي اضرب في جذر الثلاث على جذر الثلاث بصير معك اثنين في جذر الثلاث في جذر الثلاث على جذر الثلاث في جذر الثلاث اللي هي اثنين اثنين مع اثنين بتروح نفسها جذر الستة يعني بقدر اوزعه واقول يا نفسها جذر ثلاث فاثنين ستة اذا نفسها جذر الستة. تمام لان هى الست عبارة عن ثلاث في اثنين فنفسها جذر الثلاث فجذر الثانيا اتنين جائزا لما نجيب البؤرة احدثيات البؤرتين جيم تربيع لا تساوي ألف تربيع زائد بها تربيع هلأ الف تربيع طلعت انت نص زائد ثلاث على ثلاثة على ثنين وتساوي اربع على اثنين وتساوي اللي هي اثنين. منها جيم راح تساوي جذر اثنين. اذا احداثيات البقرتان راح تكون سفة موجة بناقض جذر اثنين لان مقطع زائد فاج. تمام? خلط جاهزة. خلينا نشوف فرع جيم. السؤال الاول فرع جيم. طيب. هلأ طبعا هو حاكي لك انه مثل لي اياه. اذا بامكانك انك تمثله اياه. بما انه قطع زائد ده مثلك على جنيب. قطع زائد صادي. بده يكون بهذا الشكل. طبعا انت هلأ بتحط عليه العناصر. عندك احداثيات الرأس اللي هي سفر. واحد على جذر اثنين. وهنا سفر. وسادب واحد على جذر اثنين. عندنا هنا احداثيات البقرتين. سفر. جذر اثنين. وهنا سفر. وسادب جذر اثنين. وعنا طبعا هنا المحور المرافق. عندك اللي هي باب. جذر الثلاثة على اثنين و سفر. وسادب جذر الثلاثة على اثنين و سفر. تمام? ارجو انه واضح. خلينا نشوف السؤال رقم. السؤال اول رقم جيم. اش بده نشوف معادلة تسعة سين تربيع. تمام? تسعة سين تربيع. ناقص ستاش سات تربيع. بده تساوي واحد. هاي عندك السؤال. يلا. اول اشي هنا خلينا نجهزها ونخليها على شكل اللي هي معادلة قطع زائد. لانه هنا في النص عندك سالب. بس كيف شكلها سين تربيع على تسع? ناقص سات تربيع على واحد على ستاش شو بدها تساوي واحد? هل هاي نفسها? هاي نعم. بنحول القسم اللي ضربه بقلي بالكسر الثاني. فبصير تسعة سين تربيع. ناقص ستاشة تربيع تساوي واحد. اذا هنا في النص السالب. اذا هو قطع زائد. معامل سين تربيع هو الموجب. اذا قطع زائد سيني. تمام? الف تربيع. شو بدها تساوي? واحد على تسعة. منها الف بدها تساوي جذر الواحد على تسعة وتساوي واحد على ثلاث. اذا طول المحور القاطع بده يساوي اثنين ضرب الف وتساوي اثنين على ثلاث. جاهز. احداثيات. بقدر اطول احداثيات الرأسين. اللي هي عبارة عن موجب ناقص الف اللي هي ثلاث و سفر. هاي عندك جاهزة. هلأ ننجيب با تربيع. هلأ با تربيع بدها تساوي واحد على ستاش. منها با بدها تساوي اللي هي ربع. تمام? اذا طول المحور المرافق بده يساوي اثنين درب با و يساوي اثنين درب ربع وتساوي نص. هلأ نجيب احداثيات البقرة. جيم تربيع بدها تساوي الف تربيع زائد با تربيع. الف تربيع لي تسع زائد واحد على ستاش. من واحد المقامات وضروف ستاش في ستاش. في التسعة في التسعة. نصف معك ستاش زائد تسعة خمس وعشرين على مية واربعة واربعين. منها جيم راح تساوي جذر الخمس وعشرين عمية واربعة واربعين وتساوي خمسة على اثناش. فايش احداثيات البقرتين? البقرتان. احداثياتهم موجب ناقص خمسة على اثناش فاصل السفر. تمام. هي خلصنا السؤال اول فرع جيم. نشوف السؤال الثاني. طبعا الرسمة بتقدر ترسم قطع زائد السيني. نفس فرع الف وتحط عليه العناصر. تمام. هاي عندك احداثيات الرأس. اللي هي ثلاث وصفر. وسالب ثلاث وصفر. في عندك احداثيات البقرتين. عندك خمسة واثناش وصفر. وهنا سالب خمسة على اثناش فاصل السفر. في النابال في طول المحور المرافق طلعت ربع. اذا هنا سفر وربع. وهنا سفر وسالب ربع. انتبه للمركز اللي هو سفر سفر. تمام. خلينا نشوف سؤال رقم اثنين. سؤال رقم اثنين بحكي لك قطع مخروطي معادلته سبتاس سين تربيع ناقص تسعة سات تربيع ناقص مية واربع واربعين تساوي سفر. جد الفرق المطلق للبعد بين النقطة ثلاث وجدل الخمسة على اثنين فاصل اثنين وبقرتين القطع. تمام. اول اشيه نتطلع السؤال الثاني مهم جدا يعني بيجي سؤال حلق السؤال ضع دائرة. هلأ معادلته معطيك اياه سبتاس سين تربيع ناقص تسعة سات تربيع ناقص مية واربع واربعين تساوي سفر. بقدر ازبطها زائد مية واربع واربعين. زائد مية واربع واربعين. ستاس سين تربيع طبعا هاي واحد ناقص تسعة سات تربيع بتساوي مية واربع واربعين. رح نقسم كل المعادلة على مية واربع واربعين. تمام? فبتصير معك اللي هي ستاش سين تربيع على مية واربع واربعين ناقص تسعة سات تربيع على مية واربع واربعين. تساوي معك واحد. تمام؟ طيب فبتصير سين تربية على 9 اختصر سين تربية على 16 على 6 9 على 9 1 تصفي معك 144 على 9 اللي هي 16 تصير سين تربية على 9 ناقصة تربية على 16 بدها تساوي 1 تمام؟ إذن هذا إيش معادلته؟ النص عندك سالب إذن هو قطع زائد تمام؟ معامل سين تربية هو الموجب إذن قطع زائد سيني تمام أصلاً من التعريف يجيدي الفرق المطلق للبعد بين النقطة وبؤرتين القطع لو جينا للتعريف الآن الفرق المطلق للبعد بين النقطة وبؤرتين القطع يساوي مقداراً ثابتاً يساوي 2 ألف إذن المطلوب بدي أوجد هذا الفرق المطلق هو عبارة عن 2 ألف تمام يعني أنا بدي أجيب أجد الفرق المطلق للبعد بين النقطة 3 وجذر 5 على 2 باصل 2 تمام وبؤرتين القطع يعني بده كمان منك توجد اللي هي كمان بؤرتين القطع تمام منها ألف تربيع إيش بدها تساوي معك هي من المعادلة ألف تربيع اللي هي التسعة منها ألف تساوي جذر التسعة وتساوي ثلاث إذن اثنين ألف رح تساوي اثنين ضرب ثلاث وتساوي ستة تمام إذن طلعنا أنا ألف قيمتها اللي هي ستة هلأ المطلوب منك كمان إيش بدك تحسب بقرتاي أجد الفرق المطلق للبعد بين النقطة ثلاث وجذر الخمسة على اثنين فصل اثنين وبقرتاي القطع طبعا هذا يمثل للمطلوب اللي هو اثنين ألف و أنا أوجدتها اللي هي ستة ولكن في البداية بدي أشوف يعني خلص أنا هي الجواب طلعته ستة ولكن ملاحظة بدي أشوف النقطة اللي معطيك إياها في السؤال ثلاث جذر الخمسة على اثنين فاصل اثنين هل تقع على المنحنة؟ لأنه من تعريف القطع الزائد المحل الهندسي النقطة نون لإحداثياتها سينوصاد بحيث للفرق المطلق تمام؟ بين بعديها النقطتين ثابتتين يساوي مقدارا ثابتا وهذا المقدار الثابت اللي يسميناها ثنين ألف يساوي ثنين ألف تمام؟ طيب فالنقطة هل تقع على المنحنة؟ نعم لو اجينا رح نعوضنا مكان سينوصاد وهي سينوصاد نشوف تطلع جوابها مية وأربعة وأربعين أو لا ده نصير ستاش في سين ثلاث جذر الخمسة على اثنين لكل تربيع ناقص تسعة درب أربعة لاثنين تربيع اللي هي أربعة منا نشوف ناقص مية وأربعة وأربعين هل تساوي سفر أو لا؟ طبعا احسبها تطلع ستاش درب تسعة درب خمسة طبعا أنا ربعت على أربعة ناقص تسعة درب أربعة ستة وثلاثين ناقص مية وأربعة وأربعين تطلع معك مية وثمانين ناقص ستة وثلاثين ناقص مية وأربعة وأربعين تساوي سفر يعني النقطة ما لها؟ النقطة تقع على المنحنة بالتالي نستخدم التعريف الفرق المطلق للبعد بين النقطة وبقراتي القطع بمثل وثلاثين ألف وأنا هين حسبت قيمة ألف اللي هي طلعة ستة دعنا نشوف السؤال رقم ثلاثة ما بدو منا؟ ما معادلة ما معادلة القطع الزائد الذي مركزه سفر و سفر وإحدى بقرتين هي نفس بقرة القطع المكافئ سين تربع تساوي عشرين صاد واختلافه المركزي يساوي خمسة على ثلاث تمام أول إشي ما أعطيك القطع المكافئ القطع المكافئ سين تربع تساوي عشرين صاد تمام يعني هذا كيف بدو يكون شكله سين تربع بدو تساوي طبعا أنت بينما هذا قطع مكافئ طبعا بمعنها سين تربع يعني بدو يكون مفتوح للأعلى مفتوح لأين؟ للأعلى تمام هلأ ما معطيك ما معادلة المطلوب منك معادلة القطع الزائد اللي مركزه ما أعطيك إياه سفر و سفر وإحدى بؤرتين هي نفس بؤرة القطع المكافئ سين تربع تساوي عشرين صاد طب خلينا نطول إيش هي بؤرة القطع المكافئ وما أعطيك أن القطع المكافئ معادلة سين تربع تساوي عشرين صاد وهو مفتوح للأعلى تمام؟ طبعا إحنا معادلة القطع المكافئ المفتوح للأعلى سين تربع تساوي أربعة ألف صاد منها أربعة ألف رح تساوي عشرين على أربعة على أربعة ألف تساوي خمسة بما أنه مفتوح للأعلى إذن إحداثيات البؤرة شو بدها تكون معاك؟ اللي هي تمام؟ اللي هي سفر و خمسة إذا طلعت هاي معاك عندها إحداثيات البؤرة فبحكي لك ما معادلة القطع الزائد اللي مركزه سفر و سفر و إحدى بؤرتين هي نفس بؤرة القطع المكافئ إذن البؤرتان للقطع الزائد ستكون معاك لإحداثياتها سفر و موجة بناقص خمسة مناع على هذا الكلام إذن طلعنا البؤرتين طب إحداثيات رمز البؤرة في القطع الزائد اللي هي جيم يعني جيم تساوي خمسة أرجو أنه واضح يحداش العلم جيم تساوي خمسة و معطيك اختلاف المركزي هاي تساوي خمسة على ثلاث اختلاف المركزي هاي تساوي جيم على ألف وتساوي خمسة على ثلاث هلأ جيم كم طلعنا خمسة على ألف تساوي خمسة على ثلاث تصفي معك 15 تساوي 5000 على 5 على 5 إذن 1000 بدها تساوي معك اللي هي 3 هلا عشان نوجد هاي المعادلة في القطع الزائد لازم أجيب با شو العلاقة بين 1000 وبا وجيم في القطع الزائد جيم تربيه بدها تساوي 1000 تربيه زائد با تربيه جيم اللي عندك 5 تربيه 25 رح تساوي 9 زائد با تربيه ناقص 9 ناقص 9 إذن با تربيه بدها تساوي معك 16 إذن هيك معك جاهزة طبعا البقرة 0 موجب وناقص 5 إذن هو قطع زائد تمام قطع زائد اللي هو صادي تصير معادلة صاد تربيه على 1000 تربيه ناقص 20 تربيه على با تربيه تساوي 1 تمام يلا نعوذ تصير صاد تربيه على 1000 تربيه ليه 9 ناقص 20 تربيه على 16 تساوي 1 خلصنا سؤال رقم 3 نشوف سؤال رقم 4 كي لك أجد معادلة القطع الزائد القياسي الذي طول محوره القاطع يساوي 8 وحدات اختلافه المركزي تساوي 5 على 4 اكتب جميع الحلول الممكنة هلأ لو طلعنا للسؤال وشوفنا شو المعطيات اللي معطيكي معطيك طول المحور القاطع طبعا نوع قطع زائد تمام قياسي هلأ معطيك طول المحور القاطع يساوي 8 يعني معطينا 2000 تساوي 8 منها 1000 تساوي 4 على 2 على 2000 تساوي 4 تمام؟ معطينا الاختلاف المركزي ها جيم على 1000 وتساوي 5 على 4 هلأ وتساوي جيم على 1000 عندك 4 بدا تساوي 5 على 4 ضرب در تبادلي سير 4 جيم راح تساوي 20 منها جيم تساوي 5 على 4 على 4 جيم تساوي 5 هلأ خلين عشان نكتب معادلة هذا القطع الزائد لازم أجيب با من العلاقة بين 1000 وبا و جيم جيم تربيع دا تساوي 1000 تربيع زائد با تربيع جيم لخمسة تربيع 25 تساوي 1000 اللي هي 4 تربيع 16 زائد با تربيع ناقص 16 ناقص 16 إذن با تربيع بدا تساوي 9 إذن إيش ممكن يطلع معي معادلة القطع الزائد معادلة القطع الزائد وإذا كان معك اللي هو نوعه سيني فبدا تكون سين تربيع على 1000 تربيع اللي هي 16 ناقص سات تربيع على با تربيع 9 تساوي 1 ومعادلة القطع الزائد الصادي بدا تكون معك سات تربيع على 1000 تربيع اللي هي 16 ناقص سين تربيع على با تربيع تمام تسعة شدها تساوي معك تساوي معك واحد ننتقل لأخر سؤال معك في هذا الدرس قطع زائد معادل تسين تربيع على كاف ناقص تربيع على أربع ناقص كاف تساوي واحد حيث كاف محصورة أكبر من صفر وأقل من أربع واختلافها المركزي ثلاثة عثنين إذا كانت النقطة نون الإحداثياتها سينوسات نقطة تنتمي للقطع الزائد فجد الفرق المطلق للبعد بين نون وبقرتين القطع الزائد تمام هذا السؤال من السؤال الأسئلة الرائعة والمهمة جدا ممكن تيجي عليها غير هاي المطلوب يعني ممكن يجي مطالب ثانية ولكن بناء على إيش بناء على فهمك السؤال خلينا نشوف قطع زائد معطيك معادل تسين تربيع على كاف ناقص تربيع على أربع ناقص كاف تساوي واحد ومعطينا قيمة كاف محصورة بين السفر والأربع الاختلاف المركزي معطيك يا ثلاثة عثنين الاختلاف المركزي ثلاثة عثنين أكبر من واحد أكيد هو قطع زائد تمام؟ إذا كانت النقطة نون الإحداثياتها سينوسات تنتمي لقطع الزائد فجد الفرق المطلق للبعد بين نون وبقرتين القطع الزائد هلأ الفرق المطلق اللي بمثلي نون با واحد ناقص نون با ثنين أخذنا هي نفسها ثنين ألف إذن إيش المطلوب مني أوجد ثنين ألف بدي أجيب أنا ثنين ألف تمام؟ طيب بناء على المعادلة اللي معطيك إياها ألف تربيع خلينا نكتب سين تربيع على ألف تربيع ناقصات تربيع على با تربيع تساوي واحد كتبناها بشكل عام هلأ منها نجيب ألف تربيع إذن بتمثلي كاف منها وبا تربيع شو بتمثلي؟ انتبه با تربيع رح تمثلي اللي هي أربع ناقص كاف ألف تربيع بتمثلي كاف وبا تربيع بتمثلي أربع ناقص كاف تمام؟ طيب منها بقدر أجيب جيم الإحداثيات البقرة جيم تربيع ألف تربيع زائد با تربيع العلاقة بين الف وباء وجيم في القطع الزائد تمام منها جيم تربيع رح تساوي الف اللي هي كاف تربيع زائد با تربيع اربعة ناقص كاف الف تربيع هي كاف من دون كاف تربيع يا جاهزة معطيك ياهم ربعة الف تربيع اللي هي كاف تصير جيم تربيع رح تساوي معك كاف ناقص كاف تشطب معه فتظلها اربعة اذا جيم تربيع تساوي أربعة منها جيم تساوي اثنين اذا جاهزة هلأ شو بقدر اجيب انا كمان معطيك معطى انها تساوي جيم على ألف هالي هي ثلاثة عثنين رح تساوي جيم طلعت انت ثنين على ألف انا بدي اياها ثلاثة ألف رح تساوي أربعة منها ألف رح تساوي أربعة على ثلاثة جاهز إذن هلأ شو المطلوب منك إذن للمطلوب الفرق المطلق للبعد بين نون وبؤرتي القطع الزائد هذا الفرق المطلق بمثل بين البعد بين نون وبؤرتي القطع الزائد بمثل 2 ألف ف2 درب 4 ثلاث وتساوي من إجتك فضاء دائرة هي 8 على 3 تمام أرجو أنه واضح يحداش الألمي الله يعطيكم ألف عافية